بسم الله مقالة بعنوان بيت الفن والحياة للكاتب عمر سليم بيت الفن والحياة هو عمل اخر من اعمال المعماري حسن فتحي وهو اقدم واول مبنى يحمل فكرة واول ابداع باسلوبه الشهير بالكباب ذلك قبل قرية القرنة باربعة عوام تم هدموه في عام 2011 لبناء عمارة مكانها في اليوم التالي مباشرة لنوفاة الفنانة احسان هانم زوجة الفنان الكبير حامس سعيد صاحب المبنى هو حامد حسني سعيد المولود 1908 المطاف في 2006 وهو رسام ومفكر مصري اثلت جماعة الفن والحياة منذ عام 1946 على مبدأ التوعية بالعلاقة الطبيعية بين الفن والحياة هو مدير ادارة التفرق بوزارة الثقافة في الستينات والسبعينات وتعتبر لوحات الفنان الراحل حامد سعيد من روعة الطبيعة وهم موضوعاته شجرية النبق التي عيشها في حديقة منزلي بالمارك ورسمها بالقلم الرصاص بصورة امولية صوفية انتقل الى منزله بكفر الشرفة من ضحاة المارك الذي صممه المعماري حسن فتحي عام 1942 وعاش فيه مع زوجته حتى وفاتي في 19 مارس 2006 وكان البيت كبلة لمحبي وتلاميذ حامد سعيد مثل كرمة ابن هاني لابن لحمد شوي المعماري حسن فتحي مصمم البيت وصاحب كتاب عمارة الفقراء وحصل على جائزة الرئيس وجائزة الأغاخان للعمارة وأول فاز بجائزة نوبل البديلة للسويد وجائزة بلزان العالمية والمدالية الزهبية الأولى لتحدي الدولة للمعمارين في باريس والمدالية الزهبية من المعهد الملك المعمارين البرياطينيين في بريطانيا وجائزة لويس سوليفان للعمارة مدالية الزهبية والاتحاد الدولي للبناء والحرف التقليدية وجائزة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكان حسن فتحي صديقا وزميلا في الهندسة لأخ حامد سعيد وأيضا أستاذ أخيه صلاح سعيد ارتبط حسن فتحي بصداقة عميقة بالمفكر حامد سعيد مؤسس المدرسة المصرية في الفن والحياة وطلقت أفكاره مع هذه المدرسة التي كانت تتكون من مجموعة متبينة من الفنانين والعلماء يربط بينهم جميعا إرباط البحث عن الحقيقة والحكمة والتعرف على منابع الطبيعة والفن وكرما لتلك الصداقة العميقة قام حسن فتحي بتشييد بيت حامد سعيد عام 1945 في ضحيات المرك ويعد أقدم نموذج حي لأعمال حسن فتحي الأولى التي كانت من الطين الأرض كانت ملكا لعائلة حامد سعيد وكان حامد سعيد ساكرا في خيمة الفترة ثم بنى له حسن فتحي بيتا من الأرض يقول حسن فتحي في كتابه عمارة الفقراء الذي قام بنشر معهد أوليدي ستيفنس للشؤون الدولية في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وترجمه للعربية دكتور مصطفى إبراهيم فهمي وكان لي صديق آخر يعيش في المرك خارج الكهراء من باشرة وهو حامد سعيد وكان فنانا يعيش مع زوجته في خيمة والسبب ذلك في جزء منه أن يكون قريبا من الطبيعة التي كان يعشقها عشقا من جمع وفي جزء آخر لأنه لا يستطيع تحمل سمن منزل وعندما سمع مزرعة الجمعية الملكية للزراع في باتيم وكيف كانت تكلفة بلايها رخيصة فإنه تم بالأمر أشد الاهتمام ذلك أنه ظل لزمن يحتاج إلى مرسم وذهب ليلقي نظر على المباني وعندما رأى النوعية الفريدة للنور في مكسورة ذات سقف مقبة قرر في الحال أن يبني نفسه مكسورة مماثلة وكان لبعض أقارب عزبة قمنا فيها مرسما يتكاوم من حجرة واحدة كبيرة ذات قبة ومغضع مقبة مبيت في الجدران وأصوانة مبيتة في الجدران ومكسورة مفتوحة عند طرفها تطلع الحقول وعلى منظر يطرد بالانقطاع لفدان أصر فدان من أشجر النخيل وقد صنع له طوب في نفس الموقع وكانت طربة ربلية فلم يحتاج حتى لقش وبدل بنقونا البيت مقابل 25 جليل في حزب والتقطنا بعض الشبابيكة الخشبية القديمة الجميلة جدا لإستخدم للنوافذ وبعض الأبواب المهملة لإستخدم الأسوانة وكلها كانت قد أهمل شأنها زمنا طويلة إذ حلت محكانها التجهيزات البراقة ذات السلوب الأوروبي وإجمالا فإنها حصل على كوخ صغير ساحر كمرسن بماكرو من 50 جليل ومجرد اكترابك من البيت حتى تلاحظ الكباب بدل أسطوح المستوية والأشجار التي تظهر من خلف الصور تدخل من الباب الخارجي فتجد نفسك في الفناء الداخلي أو الصحد حتى حيث تحب به جدران المنزل من ثلاث جوانب فتجد الظلال طوال اليوم وأعمل الفناء كمنظم طبيعي وملطف لحرارات الغرف يصف المعماري حسب فتح الفناء الداخلي بقوله يمكن لنظام التبريد الساكن نسبيا ولمستعمل في البيت زي الفناء الداخلي أن يوفر أساسا لفهم التعديلات التي يمكن يدخلها على التصميم لتوليد حركة في الهواء بفعل حمل حراري وذلك في استخدام مفهوم الفناء من أجل توفير الراحة المسلعة المتعلقة بالمحيط الحراري وحسب فتحي فإن الفناء في تصميم حقق عدة مزايا منها الميدان يبقى على توجه التقليدي بوجهاته للداخل وكذلك فإن الفناء يجلب للقرية بعضا من لطف وتحضر حيث الإنسان وجوه الخاصة من الهدوء والجمال كان المهندس حسن فتحي صاحب رسالة فلم يكن يبني بيوت الأسرياء ولم يكن يأخذ مالا لأنه كان يرى أن رسالته بناء عمارة الفقراء وكان أغلى ما يبنيه هدايا لمن يقبل أن يصمم لهم واصف حامس سعيد منزلي المصنوع من الطبطيني على أنه آنية فخارية ومبنى في الوقت نفسي واصف حسن فتحي أنه معلم البناء كان المبنى الجميلة ربما لإستخدام الدقيق لأقواص والمنحانية لتشكل الجمال بينما الخط المستقيم هو الوظيفة واجب استخدامهما معا في أماكنهما بفهم ووعي كان البيت معتدلا في الصيف والشتاء لا يحتاج إلى تكييف نظرا لسماكة الحواطئ العزلة من الطوبة النيئ من خامة الأرض نفسها فقد كان حسن فتحي يقول انظر تحت قدمك وابني موفرا تكلفة نقل المواد الخام لمكان البناء وتزيد تناغم الإنسان مع البيئة والبناء ويقول حسن فتحي أن الله قد خلق في كل بيئة ما يقاوم مشكلتها من مواد والذكاء المعماري هو في التعامل مع المواد الموجودة تحت قدمي لأنها المواد التي تقاوم قصوة بيئة البناء كان عرض الصالة يتسع وديك حسب وضع الأعمدة الإنشائية المستخدمة لدعم الصقف زي الفتحات أعليها وتموضع الشبابيك في المسافة الضيقة بين الأعمدة لتسمح برؤية الفيناء من خلالها وكان حسن فتحي مهندسا نادرا يستمع بإنساط لمطالب صاحب البيت ونفذ طلبته حتى لو كان عملا بسيطا كما حدث في القرنة وفي منزل حامل سعيد نجد تأثيرا مكانيا وخاصة في الصالة يتجاوز بكثير الوسائل البسيطة المستخدمة للوصول إليه ولوأكد التعبير الذي استخدمه حامل سعيد ليصف التماثيل الفرعونية التي تم عرضها في هذه الصالة الحضور العدوي والنبض والغموض كلها هنا لم تكن الصالة مجرد ممر يربط جزء من المنزل بجزء آخر ولكنها كانت تعطي إحساسا يشبه العزلة في الدير واصبحت علامة أخرى من علامات حسب فتحي حيث يتطلب من غرفة أخرى معينة أن تؤدي وظيفة من الزوجة وليس حل نفع صرف نستخدم حسب فتحي الكباب بدأ من الأسطح المستوية وكانت البساطة والتعبير عن البيئة المحيطة تم بناء البيت على مرحلتين في عام 1941 تم بناء الوحدة الداخلية الرئيسية والتي تقوم من غرفة المركزية المغطة بكبة والمتصلة بوايا المكوس والذي يشير إلى قاعة الغرفة الرئيسية النمطية لمنازل التاريخية للقاهرة وهناك إيوان خارجي مكوس كبير رواق تم بناءه بالقرب من الغرفة ويفتح وطل على المنزل الطبيعي الريفي وفي المرحلة الثانية 1945 قام بتصميم غرف إضافية حول الفناء المزروع بالأشجار عدد غرفتين من رئيستين على كل جانب ومن واحدات من الزوجات المسافات كل واحدة مكونة من غرفة مغطة بكبة ومتصلة بواحدة أصغر وكل ذلك مرتبط برواق مغطة على الجانب الآخر والقد تم بناء النزل كله بالتوب اللبن كما نجد الغرف المغطة بكباء مع الإيوانين والوراق المغطة بالأقواس وفرشة الفنان حامد سعيد بآيات النجارة الإسلامية الرسينة من الحشوات الخشبية والأطباق النجامية المجمعة يبدو المنزل في شكلين نهائي غير ملفق ويسعب تصديق أنه تم بناءه على مرحلتين ومفصلتين وبمجرد اجتمال المنزل أصبح مكانا للقاء الجماعة أطلقت على نفسها أصدقاء الفن والحياة المراجع عمارة الفقراء حسن فتحي الأعمال الكاملة للحسن فتحي تأليف جيمس ستين